السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسين يانو من قناة يانو ماكس أتمنى لكم عيد مبارك سعيد إن شاء الله لكل الأمة الإسلامية بإذن الله اليوم درسونا اليوم على الفوتوشوب إن شاء الله هذه هي الورشة التي اشتغلنا عليها وسنذهب إلى الفيراي فرينبوفر ونضغط عليها وهذا هو الرندر الذي أخذ معي 3 ساعات و43 دقيقة الآن سنعمل سيف لجميع الصور التي توجد هنا عندنا الـ RGB Color هي الأساسية والـ V-Ray Diffuse Filter والـ V-Ray Extra Text والـ V-Ray Global Illumination والـ Lighting والـ Reflection والـ Refraction والـ Simple Rates والـ Specular والـ Total Lighting وهذا هو الرندر أليمت التي سنشتغل عليها في الأول سنذهب إلى Save وسنضغط شوية يعني لا نضغط مرة واحدة إذا ضغطنا مرة واحدة سنسجل فقط الـ RGB لوحدها ونحن نريد أن نسجل جميع الصور التي عندنا في الأول سنذهب إلى سنضغط شوية ونبقى ونبقى ضغطين على Save ونذهب إلى Save All Image Channel ونضغط إلى الملف ونعطي اسم كيف ما كان ونذهب إلى TIF ونضغط على All Right ونعمل 2.2 ونعمل Save سنسجلها على 16 Color ونضغط OK وستتسجل عادي ننتظر ننتظر لحظة لكي يسجل جميع الصور إن شاء الله وبهذا نحصل على هذه الصور على هذا الشكل هذه الصور وسنذهب إلى الفوتوشوب بالنسبة للفوتوشوب نريد أن نأتي بالصور كلها في لحظة واحدة ليس من المعقول أن نأتي كل الصورة لوحدها سنذهب إلى فايل ونذهب إلى سكريبت ومن جما نضغط على load file into stake ونذهب إلى بروز ونذهب إلى الصور المراد تحملها all select select all OK هذه هي الصور التي سنستغل عليها أوكي وسيأتي بها هنا بدون مشاكل وننتظر حتى يحمل الصور لأن الصور التي تكون تقيلة يعني يعني هذه الصورة لو ضغطنا properties وذهبنا إلى لطا size يعني 30 ميجا ولكن بجودة عالية على برغة الله الRGB هي الأساسية نضغطها تحت all global illumination تحت ونضغط ونضغط control ونعمل select لجميع الصور ونضغط control J لنجمعهم في group double click ونكتب elements لكي نشغل في نظام هذا ضروري والآن نبدأ نبدأ الشغل بالنسبة للطوطع سنذهب هنا ونختار soft light لنرى هذا هو التأثير التي عملته هو ولكن هذا التأثير كان كثير ماذا سنفعل؟ سنذهب إلى opposite ونقص ونقص ونرى 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 ما هذا سيحدث ونرى ونرى التأثير المناسب ونرى التأثير المناسب الآن المناسب نقص الغرب المناسب 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 نقص المناسب ونرى المناسب المناسب سكرين على هذا الشكل ونلاحظ ان السبكيونال خمسة وسبعون كافيق الريفركشن الريفركشن هي سكرين ننقص شوية والريفركشن سكرين والاكستراتيكس سنفعلها ميجي بلاي لكي يذهب لكي نخفي الابيض ونحتفج بالاسود لكي نراه في الحواف ها هو الشكل يظهر لنا هنا ونعمل ونفعل الماسك ونذهب الى البروش ونفعل اللون الاسود هنا ونصغر البروش ونكشف هنا خمسون وهنا خمسون ونعمل زوم ونزوم على هذه المنطقة ونمسح التأثير ونذهب الى البروش وهذه المنطقة ونعمل زوم كفائج كله تمام والان نضغط ضغط ونضغط على الارجي بي ونرى التحرق ونرى التغييرات التي حصلنا عليها هذا هو الفرق هذه الصورة بدون تأثيرات بدون رندر ألمنت وهذه برندر ألمنت والآن نضغط على الألمنت هنا ونضغط كونترول شيفت آلت إي ونحصل على الصورة بكامل التأثيرات ليس هناك مشكل ونذهب إلى الـ contrast ونذهب إلى الـ contrast ونضغط شوية الـ contrast ونذهب إلى الـ level ونذهب إلى الـ color balance لكي نصحح الألوان على هذا الشكل ونذهب إلى الـ highlight على هذه الشكلة ونذهب إلى الـ opacity ونجرب على هذا الشكل والآن حصلنا على جميل وسنذهب للبحث على أحد الصور ونذهب إلى الـ ونحصل على الصورة بكامل التغييرات ونذهب إلى الـ ونذهب إلى الـ other ونذهب إلى الـ high pass ونكتب 2.2 هنا ونضغط ok ونحصل على هذه الصورة ونذهب إلى هنا ونبحث على overlay لكي تعطينا شرب في الصورة لاحظوا هنا لكي تظهر لنا التفاصيل بشكل جميل ونضغط هنا ctrl G 50 لنضع تفاصيل أكثر ctrl shift alt e مرة ثانية ونحصل على الصورة الأخيرة كل تعمل إن شاء الله وهذا درسنا اليوم أتمنى أن ينال إعجابكم ولقد انتهينا من الورشة الرمضانية بإذن الله أتمنى أن تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس وشكرا